عن تظاهرة المهن الطبية في العاصمة معنا من بغداد ممثل متظاهري ذوي تخصصات الصحية مسلم كاظم مرحبا بك مسلم ما الذي جرى خلال تظاهراتكم اليوم أمام وزارة المالية أهلا وسهلا سيد مرحبا بيك إن شاء الله إحنا اليوم إذا أحكي لك قصة قصة شبيرة خلال سنة لكن أنا رح أختصر لك هذا باليوم اللي صار ملخص اليوم اللي صار معركة الطف سنة 61 هجرية سووها اليوم قوات حفظ القانون التابعة للدولة الرشيدة قطعوا عنا الماء قطعوا عنا الأكل ضربوا كبارنا ضربوا صغارنا ضربوا موجودة كل التصاوير موجودة الفيديوهات إحنا ما عدنا طالعين على شيء إحنا لو طالعين مثلا محتجين على فتقانون أو محتجين على فتشيء يعني ما يرضى الدولة لكن إحنا طالعين على مطلب هو تعييننا بمطلبنا القانوني اللي هو قانون رقم 6 لسنة 2000 هذا المطلب مطلب قانوني مشرع بالقانون ما يقدر لا وزير ولا مدير دائرة ولا رئيس وزرائي خالفة إحنا دانريد طالعين على موجود مجرد انطبق القانون طلعنا اليوم بمظاهرتنا أمام وزارة المالية بسلميتنا أي جهة أي بيج أي صفحة تبلغ أو تنشر وزارة الداخلية تبلغ بأنه احنا اقتحمنا وزارة المالية أو سدينا الباب يعني مسلم تحدثني عن مطالبكم شين هي مطالبكم نعم إحنا مطالبنا واضحة مطالبنا واضحة للوزراء مطالبنا واضحة للشعب مطالبنا واضحة للحكومة مطلبنا فقط تعيين جميع خريجين المهنة الطبية والصحية والتمريضية البالغ عددهم 57664 إحنا مو مشكلتنا بأنه تتعين لك جزء وتعوف جزء ووالله بحجة حسب الاحتياج هذا الشيء احنا موما مسؤولين عنه سوء التخطيط يتحمل وزارة التعليم تتحمل مجلس الخدمة الاتحادي يتحمل الوزارات البقية هذا مو ذنب الخريج ذنب الخريج راح بمعدلة العالي اجتهد صراف وتعب سهر الله على شنو نفرح بمعدلاتنا العالية يعني مسلم هل خاطبت الجهات المعنية قبل هذه التظاهرة خاطب نعم نعم خاطبنا كل الجهات المعنية من وزارة الصحة من وزارة المالية من مجلس الخدمة من رئيس الوزراء نجلس الوزراء مظاهرتين طالعين عليها أمام البوابة الخضراء وزارة الصحة أربع مظاهرات طالعين عليها وزارة المالية مظاهرتين طالعين عليها لكن كل هذا ما شفنا فد رد إيجابي من قبلهم بل كل الردود ردود سلبية وأما لو يتجاهلون وما حد يطلع عنا لا وفد ولا شي ويعوفونا لحد الساعة ثنتين بالوحدة احنا كل شي ماكو ونتعرض للقمع نتعرض للضروب اليوم اليوم أنا عندي 32 حالة يعني تقارير طبية موجودة ناس اللي انضربت هناك وصلت لنا معلومة وصلت لنا معلومة من خلال البث المباشر بأنه خريجة طبيبة أسنان دافحها وضاربها أحد عناصر الشغب وأجهضت طفلها اللي بالغ عمره شهر هناك حالة مأساوية كل الشديدة يعني مستشفى الراهبات لا يوجد بها أي عنف من اتجاهكم سلمية وموجودة نعم نعم موجودة الفيديوهات موجودة بكلنا بسلميتنا بأعلامنا العراقية برايات لبيك يا حسين برايات الإمام الحسين عليه السلام احنا سيستم كامل مسجل أصوات مجرد احنا نسوى حافز بسلميتنا وأصواتنا العالية اللي الطالب بالقانون اجه أبو الشغب قوات حفظ القانون اجه تكسرت السيستم كامل السيستم كامل تكفل به أحد الأخوة وجابه بمبلغ بسيط وهو حسب إمكانيته بمئة ألف أو مئة وخمسين ألف السيستم الكامل هذا مجرد تظاهر سلمية نعم بدون أي سبب لأن لأن قلنا لأن قلنا ما نرجع ما نرجع والتعيين إلا ويانا وفعلا ما راح نرجع وإحنا باقين مع تصمين ببغداد وما نرجع إلا والتعيين ويانا لجميع الخريجين يعني شنو خطوتكم شنو هي خطوتكم المقبلة مسلم شنو اللي تتخططوها في الأيام الجاي عدنا خطوات نعم نعم سيد الفاضلة عدنا خطوات سلمية وليس تصعيدية كما يشاع خطواتنا سلمية جايين بلاب كوت أبيض جايين بأعلام عراقية جايين بقلوب بيضاء جايين مجرد تطبيق القانون إحنا إذا إذا أنت القانون ما تطبقه وقبل فترة مجلس النواب يطبق له بجلسة خاصة يطبق له زيادة زيادة مخصصات رواتب المجلس النواب يعني القانون إلك للأعضاء مجلس النواب يطبق أما الشغلة اللي تفيد معظم الشعب العراقي هذا ما يهتموا له أو يتعرضون أو يداهمون الناس الأبرياء يعني إحنا موجود الفيديوهات موجود كل شيء كل شيء موثق من ضرب أو اعتداءات ويعني حتى جاهزونا جاهزونا بسيارتين جاهزوا الشغلة بسيارتين صاروخية اللي هي مرشة المسيلة للدموع والماء الحار بالفلفل الحار يعني إحنا محتجين وإحنا مو محتجين على الدولة إحنا بالعكس إحنا الدولة إذا إذا طبقت قانون إحنا داعمين للدولة وداعمين حسب منطق قانون حكومة الإنجازات إحنا الريد فقط تطبيق قانون رقم 6 لسنة 2000 ما عندنا أي مطلب آخر فإحنا باتشر طالعين على وزارة الصحة يوقف تعيينات 29 ألف ماكو شيء يسمى حسب الاحتياج إنت عنده قانون مركزي الريد كتاب شمول 57 ألف ويرسل الكتاب إلى مجلس الوزراء إحنا هسا ندخل الشهر التاسع وما نعرف مصيرنا طبيبة أسنان تقبلها يا ستة الفاضلة طبيبة أسنان تتخابر تتخابر الممثلين وتفتشي ثقب جلال الله تفتشي تقول أنا أبيع خبز أعيش عايش عايش أنا وهلي على الخبز هي طبيبة أسنان الجامعة حكومية صيدة لي نعم نعم الله العظيم طيب شنو اللي متوقعي من وزارة الصحة مسلم شنو الإجراء اللي راح تقوم بوزارة الصحة بعد إيصال صوتكم ألها طبعا وكيف تقيم أيضا نعم كيف تقيم أيضا مسلم قبل الإجابة يعني دور النقابات الصحية بالدفاع عن منتسبيها والسعي حتى لإيصال صوتهم الأصحاب القرار نعم نعم النقابات جميحة مشكورة من نقابة الأسنان برئاسة الدكتور أبو بكر الراوي ونقابة الصيادلة برئاسة الدكتور حيدر الصاغ ونقابة المهنة الطبية برئاسة الدكتور علاء المالكي احذول داعمين ومساندين إلنا والنعم منهم وما قصروا وقلوبهم قبل بيوتهم ونقاباتهم مفتوحة إلنا احنا ما عدنا رجع ان شاء الله ما نرجع احنا ثورة الإمام الحسين في كربلا احنا اليوم احنا جايين ثورة المهنة الطبية ما راجعين الحين اصدار تعيين جميع خريجين مجموعة طبية هذا حلنا اللي ريدة من وزارة الصحة يوم غد الريد كتاب ايقاف التسعة وعشرين واستحداث السبعة وخمسين ألف الألف العفو كعدد كلي لجميع الخريجين هذا مطلبنا واضح عند كل الوزراء يعني نتمنى أن هذه الرسالة وصلت إلى رئاسة الوزراء وكل أيضا الجهات المعنية مسلم كاظم كنت معنا من بغداد ممثل متظاهري ذوي التخصصات الصحية شكرا جزيلا لك مسلم شكرا جزيلا لك